السلام عليكم على طلاله وبركاته أحبائي طلاب الصف الثالث السنوي دفعة 2022 أهلا بكم في مراجعة جديدة من المراجعات اللغة العربية طبعا نحن براجع المنهج في فيديوهات قصيرة عشان وقتك مش هينفع أن أنا أعملك حلقة ساعة واتنين وتلاتة و دمع و خمسة أنت المفروض أن أنا براجع فبتسمعني وبتسمع المعلومة سريعا وبتفكرها وبنفاهمك وتبدأ تذاكر وتحل إن شاء الله النهارده هتبقى أولى حلقات الأدب وهنراجع مع بعض المدرسة اللحياء والبعث وحسب الوقت بتاعنا بقى إن شاء الله نكمل مدرسة الديوان ومدرسة خليل مطرون طيب بصحة بايبي أنا قلت قبل كده إن الأدب عندنا ينقسم إلى قسمين القسم الأول عندنا شعر وعندنا نثر النثر يريد تكتب تاني معايا النثر قصة رواية مصرحية مقال الشعر مدارس ست مدارس قسم الستة معايا لو أنت شاطر في كشكول كده معايا قسم الستة إلى ثلاث اتجاهات اتجاه اتبع القدماء واتجاه تاني رومانسي واتجاه تالت جديد خالص الاتجاه الأولاني اللي هو اتبع القدماء يعني اتبع القدماء وما القدماء كانوا بيعملوا في القصيدة لازم تعرف منهج القصيدة قديما جاريت لو أنت شاطر بجد عايزك دلوقتي تعمل ليه ترسم بقلمك شكل القصيدة اللي هو شرطة كده وصدع شرطة كأن ده بيت شعر منقسم إلى شطر وشطر اعمل لي ستة سبعة كده تحت بعض وده اكتب معايا نظام القدماء واحد ما كانوش بيحطوا لعنوان قصيدة لا يهتمونا بوضع عنوان اتنين كانوا يبدؤون إما بالبداية الغزالية أو بالبداية الخمرية أو بالبكاء على أطلال تلاتة كانوا يذكرون وسيلة التنقل بتاعتهم الناقة أو الحصان أو الجمل اللي بيتكلموا عنه تلاتة أو أربعة كانوا بيخشوا في الموضوع إذا القصيدة عندي بداية غزالية أو خمرية أو بكاء على أطلال بيتين ثلاثة كده تحتيهم بيتين ثلاثة تاني مثلا زكر وسيلة التنقل أو الناقة تحتيهم يبدأ الكلم عن الموضوع بتاعه يبقى القصيدة ما فيهش موضوع واحد فقه كذا إيه؟ موضوع أما العصر الحديث كان الشعر أصبح الشعر من أول والآخر موضوع إيه؟ واحد وده بنسميه وحدة عضوية بلوحدة عضوية عكس تعدد الأغراض تعدد الأغراض يعني كذا موضوع قديما كانت تنتهى القصيدة بقافية واحدة وحدة الوزنة القافية كانوا بيحطوا تصريع في البيت الأول كانوا يخاطب الصاحبين اللي هي فكرة مخاطبة الصاحبين تقديما الانتهاب حكمة البيت وحدة بناء القصيدة كل اللي أنا قلت ده لو أنت كتبت كنقاط ده نظم القصيدة زمانا طيب ده كان عصور القوة بقى أيام العصر الجاهلي وعصر صوت الإسلام والعصر الأمة والعصر العباسي طيب بعد العصور دي جات لعصور ضعف عصر عثماني ومملوكي للشعر بعد العصرين دول جاني عصر جديد بقى العصر الحديث ظهر لحد سمو محمود سامي البارودي وزير الحربية المصري راجل عنده موهبة وعنده ثقافة صعبان على الشعر يبقى قوي زمان وبنتحدى بالعالم كله وشي نفتخر به يوصل للضعف اللي احنا فيه ده عشان كده البارودي راجل شاعر عايز يكتب شعر بطريقة جميلة وبكلمات حلوة وبنظام رائع يرجع الشعر قوي تاني يبقى ماذا أراد البارودي أراد أن يعيد للشعر القوة بعد الضعف كما تعود الروح للجسد ولذلك ثميت هذه المدرسة الإحياء ليه أحية الشعر من جديد وثميت البعث لأنها بعثته من جديد طب يجي في المتحاني يقول لي قارن ما بين المفاهيم الثلاثة إحياء بعث التطور يعني إيه الكلام ده؟ إحياء يعني عودة الشعر بعث يعني قوة الشعر بعد العودة تطور يعني الشعر أصبح يناقش ويتناول مشاكل أو موضوعات الحياة خلاص؟ طيب بعد ما حمود سمي البارودي طبعا ظهر لي تلاميذ للبارودي وتلاميذ ينقسمه إلى ثلاث أقسام خلاص طبعا عشان تكون واضح معايا وعايش معايا اللي أنا بقوله ده يريد تبص معايا عشان شها دلوقتي عندك مدرسة الإحياء والبعث أو بسمية المدرسة الكلاسيكية وكلاسيكية لأنها استمدت شكلها من القديم وسمية المدرسة الاتباعية لأنها اتبعت القدماء وقد حافظوا على التراث القديم طبعا عندك الإحياء والبعث الرائد بتاعها محمود سامي البارودي محمود سامي البارودي كان عنده مجموعة من العوامل خلته يجدد أو يطور في الشعر مكتوبة قدامك على الشاشة نبدأ من أول تلميذ البارودي عندك تلميذ البارودي مشافهة حافظ إبراهيم وأحمد شوقي وعبد المحسن الكاظمي مراسل شكيب أرسلان قراءة كل ما نشر عنه في كتاب اسم الوسيلة الأدبية الذي ألفه الأستاذ حسين المرسفي التلميذ بتوع البرودي كان عندهم مجموعة من العوامل عشان يقدروا يجددوا إيه العوامل اللي كانت عند تلميذ البرودي بقى؟ واحد الثقافة الغربية طيب واحد يقول لي الثقافة الغربية جات منين؟ جات من معرفاتهم للغات الأجنبية واختلاطهم بالأجانب وقرأتهم في الكتب والمترجمات طيب النضال الوطني طيب النضال الوطني ده عمل إيه؟ عمق وعيهم بتراث الأجداد آمنوا بفكرة اسمها فكرة الجامعة الإسلامية كرمز وحدة للمسلمين طبعا اتخذوا مواقف كان لهم مواقف من القصر الحاكم ومواقف من قضية الدستور ومن المرأة مواقف اتخذوها يبا احنا عندنا الثقافة الغربية معرفاتهم للغات الأجنبية وآمنهم بفكرة الجامعة الإسلامية والنضال الوطني مواقفهم من القصر الحاكم وإيمانهم بقضايا العصر ريت نزودها عندنا إيمانهم بقضايا العصر طبعا هذه العوامل أدت إلى أن التلاميذ ده اللي يعملوا نوع من التجديد التجديد اللي عملوا لم يقتصروا على المحكاة يعني ما اكتفوش نوم يقلدوا خدوا بالكم البارود يقلد القدماء تاني البارود يقلد القدماء في الشعر وفي نظامه طب تلاميذ البارود يقلدوا برضو اقتصروا على المحكاة يعني التقليد ولكنهم اهتموا بنواحك التانية في الشعر من الناحية البيانية وحلاوة الموسيقى وروعة الخيال اتجوا لشكل جديد زي الشعر المسرحي والملحمي والسياسي والصحافة عبروا بمواقف حارة وعبروا عن مواقف من قضايا قومية موجودة ومشكلات وعبروا عن روح العصر اهتموا بالناحية البيانية ازدادوا قربا من الجمهور هنزود عندنا اتجوا للصحافة فكان اسلوبهم ثلث واموا 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 بين اتجاهين الاخذ من القديم والالتفات لقضايا العصر يبقى نجمل تاني معظم الحاجات اللي عملوها تلميز البارود او ما زاد به تلميز البارود على استاذهم خلاص والحاجات الجديدة لم يقتصروا علموا حكاة اهتموا بالناحية البيانية وحلاوة الموسيقى وروعة الخيال واموا بين اتجاهين الاخذ من القديم والالتفات لقضايا العصر ازدادوا قرب من الجمهور كان السبم ثلث اهتموا بالنحية البيانية فكانوا اكثر بيانية خلاص طبعا هؤلاء التلاميذ بدأوا يتجهوا الى الصحافة والسبم البسيط يعبروا عن قضايا العصر وعن مشكلات المجتمع خلاص عبروا عن روح العصر اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا علاجوا مشكلات المجتمع وما يخص كل العالم العرب الاسلامي والقضايا العربية الاسلامية يبقى انا هجمل ده تاني المرة اخيرة يريد نكتبه مع بعض تاني بصولة هنا واحد الجديد او التطوير العملي تلميذ البورودي او ما زادوه على الاساس بتاعهم واحد لم يقتصروا على المحكاة اهتموا بالنحية البيانية وحلوة الموسيقى وروعة الخيال وقاموا بين اتجاهين الاغذ من القديم والالتفات لقضايا العصر ازدادوا قربا من الجمهور كان اسلوبهم ثلث خلاص عبروا عن روح العصر اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا اه علاجوا مشكلات المجتمع طبعا وما يخص العالم العرب الاسلامي والشؤون الاسلامية زي بعض القضايا العربية المتفق عليها طيب هؤلاء التلميذ وما فعلوا ناخد من التلميذ تلميذ عندنا نرجع تاني مع بعض على الشاشة عندنا احمد شوقي وده رائد الكلاسيكية الجديدة ولقب بامير الشعراء عنده برضو مجموعة من العوامل في شخصيته لتخليه يرتقي بالشعر منها سخافة الفرنسية لانه درس الحقوق في فرنسا طبعا والثقافات المتعددة ومجالسته للجانب خلاص وقراءاته في الكتب والمترجمات اطلاعه على الادب الفرنسي والمصرح الاوروبي ومعايشته لشعراء الغرب اطلاعه على مظاهر التجديد في الشعر الفرنسي العوامل دي ادت الى تجديد عند شوقي شوقي عمل ايه جديد لو سألني با ايه جديد عند شوقي عدلة عن المتح الى التاريخ بدأ يتكلم عن المخترعات الحديثة زي الطيارة والقطار اول واحد ادخل الشعر المصرحي طبيعي لو انت رجعت فوق هتلاقي ان شوقي طلع على المصرح يبقى عمل شعر مصرحي اتجه اتجاه اسلامي لما ألف نهج البردة وولد الهدى خلاص وعدل عن المتح الى التاريخ زي ما قلنا في طبعا كبار الحوادث لواد النين الناس اللي حفظة معنا المنهج ملحوظة عندنا احمد محرم با اول ما ادخل الشعر الملحمي وقلف الالياذ الاسلامية وحاول ان يطوع الشعر العربي للقصص التاريخي الحماسي خصاص المدرسة هي هي نفس المنهج اللي انا قلته في الاول لتعدد الاغراض والافتتاح بالغزل واحدة الوضنة القافية وهكذا ده كانت في عجالة سريعة مدرسة الاحياء والبعد الاتجاه التاني بقى الاتجاه الرومانتيكي او الاتجاه الوجداني طبعا الاتجاه الوجداني زي ما انت شايف قدامك على الشاشة بيمثله رومانسيت مطران واصحاب الديوان وابله والمهاجر او المهاجر او المهاجر طبعا يقوم على ايه اتجاه الوجداني واحد اكتشاف المرء ذاته والعمل على النهوض بها اعتزازه بثقافته والوعي الاجتماعي تطلعه للمثل العليا مثل العليا زي ايه حب خير جمال حرية كرامة دي اسمها مثل العليا طيب هذا الاتجاه الوجداني مر باربع مراحل اول مرحلة عندك كان يحاكي يحاكي يعني يقلد الرومانتكية الغربية ولكن امتى امتى بدأت مرحلة التقليد دي ايام ما كانت موجودة الاحياء والبعث طيب يريد تبصولي هنا ونرجع لشاشة تانية احنا بنقول ان الاتجاه الوجداني مر بكام مرحلة اولاد اربعة زي الانسان اول مرحلة عند الانسان ان هو بيقلد وطفل صغير بعد التقليد يبدأ ايه ينمو شوية بقى بعد النمو يبدأ يزدهر ينمو يعني خش مدرسة ويدرس يزدهر يتجوز يبع عنده اولاد بعد كده يعجز ويكبر ويتراجع تاني ويموت نفس المراحل البنى ادم لو انت نسيت يا مراحل الاتجاه الوجداني اول ما بدأ الاتجاه الوجداني كان بيقلد الرومانتكية الغربية امتى ما كانت موجودة الاحياء والبعث اتنين بدأ ينمو على يد خليل مطران تلاتة بدأ ينمو على يد الديوان وابوله والمهجر اسف تاني نرجع تاني هذا الاتجاه اول حاجة بدأ يحاكي يعني بدأ يقلد الرومانتكية الغربية مع حركة الاحياء والبعث اتنين بدأ ينمو على يد خليل مطران تلاتة بدأ يزدهر على يد اصحاب الديوان وابوله والمهجر بعد كده بدأ يتراجع امام الاتجاه الواقعي طيب السبب لان الاتجاه الواقعي اصحاب الاتجاه الواقعي شايفين ان الرومانتكية لا تناسب المجتمع كان في حربة عالمية موجودة دلوقتي حرب وجوع وامور في المجتمع صعبة على الناس لا يناسبها الرومانتكية انما اللي يناسب الناس ان انا اتكلم عن الواقع بتاعهم يبقى تراجع الاتجاه الرومانتكي امام الواقعية ليه لان الرومانتكية لا تناسب الواقع خلاص طيب نرجع تاني مع بعض على الشاشة نشوف موقف شعراء الاتجاه الوجداني من الشهر القديم كان لهم موقف شعراء الاتجاه الوجداني اللي هم رومانسيين كلهم موقفهم ايه من الشعر القديم اللي هو الكلاسيكية وما سبق الكلاسيكية قالوا عايزين نخرج من نظام الشعر القديم ده الخروج من أسر أسر يعني بالبلدكات تكتيفة حبسة أنماط أشكال الشعر القديم يعني هم عايزين يخرجوا برا نظام الشعر القديم طيب ابتكار طب هتخرجوا من نظام الشعر القديم مش عايزين تمشي عن نظام القديم ايوه عايزين ايه نبتكر صيغة صيغة يعني شكل شعر حديث طب ايه شكل الشعر الحديث ده عندكم شكله ايه واحدة هو عندك ان الشكل الشعر الحديث او الصيغة الشعرية الحديثة يمتزك فيها التراث بالعصرية تكتسب فيها الالفاظ دلالات يعني معاني حديثة وقدرة على الايحاء تقوم على مفهوم فني حديث طيب هذا الاتجاه الرومانتيكي رائده موتوران خليل موتوران طيب سؤال عندي هنا هل اكتب بصولي هنا الاول بعد كده ناجع الشاشة تاني موتوران خليل موتوران لماذا يعد موتوران هو رائد رومانتيكية لانه اول من دعا الى الرومانتيكية اول من دعا اليها عندما استقر بمصر دعا لها فين في مقالاته وفي الصحف وفي الكتب اللي كتبها طب دعوة موتوران دي كانت علانية كانت دعوة قوية وكان فيها حياء وبعث دي اطعوه قالك لا دعوة موتوران كانت خفية ليه عامل حساب اللي حياء ومين والبعث عامل حساب الهجوم من اللي حياء ومين والبعث يبقى تاني رائد رومانتكية هو مطران خليل مطران لأنه أول من دعا إليها وكانت هذه الدعوة خفيا عشان خاطر لحياة ومين والبعث ولكن مطران خليل مطران راجل عنده عوامل اللي خلته يعمل كده أولا هو نشأ في لبنان ولبنان فيها جمال طبيعة وفيها جو رائع وحياة جميلة نشأ في لبنان عنده ثقافة فرنسية عنده موهبة فطرية محب الخير إحساس مرهف خلاص كل دي عوامل عنده مطران تخليلها تجي إلى الرومانتكية ولقب مطران بشاعر القطرين مصر وإيه ولبنان نرجع تاني على الشاشة نشوف دور مطران في تجديد القصيدة عندك مطران دوره في تجديد القصيدة أهو جاءت القصيدة تجربة ذاتية اتجه للذاتية اهتم بالوحدة العضوية اعتمد على الخيال والتصوير حرص على الوزن والقافية طيب أسباب الاتجاه للرومانسية عنده رغم إحياء الشعر هو بيقول كده يعني السبب أنه عمل كده لي قال لك رغم طبعا ينفع الكلام اللي هنقوله ده ينفع يبقى نقضي للإحياء ومين والبعد رغم إحياء الشعر لأن الشعراء الكلاسيكيين ما زالوا يقلدون القدماء ده العيوب لشيفة مطران وأن الشعراء الكلاسيكية منشغلين بالمناسبات والمجاملات طب هو ليه شعر المناسبات والمجاملات يعتبر عايب عندهم لأن الشعر المناسبات والمجاملات لا يعتمد على العاطفة أنت بتقول قصيدة في مناسبة معينة مناسبة حد مات مناسبة مولد النبي مناسبة عيد العمال فأنت بتقولها بعقلك مش بقلبك ومطران جاي للعاطفة في أم تقول ليه المناسبات والمجاملات يعد شعر غير مقبول عند مطران والتجار الرومانتيكي طيب يبقى احنا عندنا كده اسباب التجار الرومانتيكية او عيوب الاحياء والبعث ينفع الاثنين واحد ما زالوا يقالدون القدماء انشغالهم بالمناسبات والمجملات عدم الاهتمام بالنفس والذات والوحدة العضوية والاحاسيس طيب عندنا بعد كده عدم اهتمامهم بالنفس والوحدة العضوية وتفكك القصيدة عند الاحياء والبعث طيب انا عايز دلوقتي تقارن يردتوا بالصول هنا تاني اقارن ما بين الاحياء والبعث وما بين مدرسة مطران خلي المطران الاحياء والبعث عندهم القصيدة مفككة ليه يعتمدون على ان البيت واحدة بناء القصيدة وده يؤدي الى تفكك القصيدة اتنين عندهم تعدد اغراض لكن مطران القصيدة عنده متمسكة ليه مطران عنده واحدة عضوية يعني القصيدة من اولى لخيرها موضوع ايه واحد الاحياء والبعث كذا موضوع القصيدة كلها عنده مطران فكرة واحدة احساس واحد ده بالنسبة لمقارنة ما بين القصيدة هنا و القصيدة هنا طب الالفاظ عند الكلاسيكية صعبة لانهم يهتمون بالالفاظ على حساب المعاني لكن عنده موتران سهلة يهتم بالمعنى على حساب اللفظ بس كده ويبعد موتران عن الالفاظ الغريبة تماما طب تعال نشوف خصاص شعر موتران اخر حاجة عندنا هو خصاص شعر موتران بيقول لي موتران بقى شوف كلامه بقى هذا شعر عصري وفخره انه عصري هو بيقول كده ان الشعر بتاعه شعر حديث وبفتخر انه حديث وله على سابق الشعر يعني الشعر القابل مني الشعر بتاعي انا ليه على سابق الشعر مزية مميزات ايه مميزات شعر كموتران ليس نظمه بعبده ان نظم الشعر يعني مؤلف الشعر ليس عبد للشعر يعني مش هلتزم بقوني الشعر القديمة لا تحمله ضرورات الوزن والقافية على غير قصده يعني انا هتحرر من الوزن والقافية اذا استدعى الامر يقال فيه المعنى الصحيح باللفز الصحيح وبكده بوصلنا إلى نهاية هذه المدرسة طيب قدامنا مدرسة تانية هي مدرسة الديوان مدرسة الديوان عندي بقى يا حبيبي أرواتها عبد الرحمن شكري عباس محمود العقاد إبراهيم عبد القادر المزني طيب قبل ما نخش على المدرسة واللي فيها عايزين نعرف عندك هو تحت في الملحوظات الأول الظروف اللي جمعت الشعراء دول التلاتة دول شكري والعقاد والمزني أصحاب مدرسة الديوان أولاً الثقافة العربية واعتززهم بها التأثر برومانسية الإنجليزية طيب سؤال يريدت الناس كلها تبصلي هنا بعد كده نرجع تاني للشاشة بتاعتنا مدرسة الديوان قلنا صحابها مين شكري والعقاد والمزني طيب التلاتة الأصحاب دول قلنا جماعهم إيه اعتززهم بالثقافة وحبهم للتراث كلام جميل أحكى لكم حدود عشان تفهموها طيب دلوقتي ليه سميت هذه المدرسة بالديوان لأن العقاد ألف كتاب اسمه الديوان ألف منه الجزء الأول والديوان ده كتاب في النقد وفي الأدب بيضم آراء العقاد خلاص؟ ويضم آراء المزني جي المزني ألف جزء تاني من الكتاب يبقى كده اشترك العقاد والمزني في هذا ايه؟ الكتاب اللي هو اسمه الديوان عشان كده سميات المدرسة بمدرسة الديوان شكري كان المفروض يبقى معاهم في الكتاب ده ويقلف كمان لكن حصلت حاجة حصل خلاف شوف الحكاية دي يبقى معايا حصل خلاف بين شكري وبين المزني خلاف بين شكري وبين المزني تاني شكري اختلف مع المزني في بعض القضايا الأدبية المفروض العقاد صاحبهم التالت يحكم ما بين الشكري وما بين المزني لكن العقاد انحاز للمزني مين اللي زعل وغاضب شكري ترك الشعر وتوقف عن الشعر بعدما كتب ديوانه الأخير اللي اسمه أزهار الخريف يبقى كده بدأ التفكك في مدرسة مين الديوان طب خلاص يكمل العقاد والمزني قالك لا بقى العقاد شغله أنواع أخرى غير الشعر ده واقع شعري بقى العقاد شغله أنواع أخرى غير الشعر شغلته الصحافة والمقالات وكلام ده كله طب المزني اتجه للصحافة والكتب والمقال والنسل والتأليف عشان كده المدرسة دي تفككت سريعا يبقى الخلاف ده أدى إلى تفكك المدرسة خدوا بالكم مدرسة الديوان جميعيبوا على الإحياء والبعث عابوا على الإحياء والبعث نفس العيوب اللي شافها مطران قالوا على الإحياء أن الإحياء تشعرون مناسبات ومجملات ولا يهتمون بالوحدة العضوية ولا بالذاتية ولا بالخيال ويهتمون بقشور الأشياء والكلام ده كله رغم أنهم عابوا على الإحياء والبعث الكلام ده لكن كان فيه برضو مآخذ وعيوب وانتقادات للمدرسة رغم أنهما انتقضوا لقبليهم طب واحد يقول ليه يا مستر أقول له لأن الكلاسيكية تمثل التراث ما تقدرش تنفصل عن تراثك القديم مهما جددت فعشان كده كان رغم هذه المآخذ أو العيوب أو النقد اللي قدموه بتوع الديوان في اليحياء والبعث إلا أنهم وقعوا في مآخذ ليه لأن الكلاسيكية تمثل التراث طب اديني دليل على أن الديوان وقعوا في أخطاء أو وقعوا في مآخذ هنقول له الدليل العقاد العقاد ألف قصائد في المتح وفي الرثاء طب بيه المشكلة طب ما هالمتح ورثات ده أغراض قديمة ما أنت زي بتنتقد دلوقتي وبتعمل لي في حاجة قديمة ألف قصائد في المتح والرثاء أكثر فيها من الصور القديمة والتأثر بالقدماء ولما سألوا يا عقاد انت بتعمل كده إذا انت بتنتقد اللي بيقالد للقدماء تيجي انت تعمل زيهم برر ذلك وعلّل ذلك بالصدق والعفوية والمتح الصادق وده دليل على أن الجديد لا يستطيع التخلص من القديم طيب تعالا مع بعض نشوف الكلام ده على الشاشة نرجع تاني بداية المدرسة من فوق من عندك هما دلت الديوان قلنا الآ.. للعوائل اللي عندها broadcasting الثقافة الإنجليزية والرومانسية والينجليزية الثقافة الإنجليزية والرومانسية التأثر بمسب متران الظروف اللي عاشوا فيها من حرب واستعمار طبعا دي العوائل اللي أدت الى نشطه المدرسة الظروف اللتي عاشوها هما ليه عاملوا مدرسة دي عندهم ثقافة انجليزية وثقافة رومانسية متأثرين بمطران ظروف استعمار وهروب من الاستعمار محاولتهم انهم يهربوا من عالم الواقع المؤلم لعالم الخيال ولجوا الى الطبيعة يبقى الجماعة دول عاملوا مدرسة بسبب تأثرهم بمطران وبرومانسية الانجليزية عندهم واقع مر استعمار وقتل ودنيا وحشة جدا عايزين يهربوا من الواقع المؤلم ده ويعيشوا الحياة بتاعتهم في الخيال وفي الاحلام ويحققوا طموحاتهم اللي هم عايزينها ولجوا إلى الطبيعة ليبثوا بها أمالهم دولهم في التجديد قلنا عندك ودامكو اهتموا بالوحدة العضوية وبالذاتية وبالخيال الشعر عندهم لتعريف لازم تحفظوا صم الشعر هو تعبير عن النفس الإنسانية وما يتصل بها من تأملات الشعر بالنسبة لهم بيعبروا عن اللجواهم خلاص الدعوة إلى نظام المقطوعات التجديد في الموضوع جددوا في الموضوعات طبعا عملوا موضوعات جديدة زي رجل مرور استخدموا السوب الحكاية تحرروا من وحدة الوزن والقافية اهتموا بوضع عنوان للقصيدة طيب تعال نشوف كلام العقاد عندك هو قدامك على الشاشة العقاد بيقولك لقد تبوأ منابر الأدب فتية يعني صعد إلى قمة الشهرة في التأليف والأدب جماعة فتية يقصد نفسه هو وصحابه الاثنين لا عهد لهم بالجيل الماضي يعني ماناش علاقة بالماضي نقلاتهم المطالعة والتربية والثقافة جيلا بعد جيل طيب فهم يشعرون بشعور الشرق ويتمثلون العالم كما يتمثله الغربي وفي هذا مزاج بيّن ما يظهر من الثمرات المزاج ده من نزعة الأقلام إلى الاستقلال ورفعت غشاوة الرياء وتحرروا من القيود الصناعية خلاص طبعا قلنا ان الديوان وقع في مآخز وقلنا اسباب التفكك عندك في هذه في هذه المدرسة وبكده وصلنا إلى نهاية المدرسة بتاعتنا ونهاية الحلقة بتاعتنا أرجو أن احنا نكون قد أمتعناكم وإن شاء الله ربنا يوفقكم في الامتحان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته